منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في البلاد وإحكام قبضته على السلطة في يوليو الماضي يواجه انتقادات من معارضيه ومنتقديه في الداخل والخارج التونسي الذين وصفوا خطواته بالانقلاب على السلطة عشرات تونسيين خرجوا في مظاهرات اعتراضا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد محاولين اختراق حواجز الامن قرب البرلمان ما ادى الى مناوشات مع القوات الامنية وتأتي تظاهرات اليوم بدعوا من حراك مواطنون ضد الانقلاب للمطالبة بالعودة الى المسار الدستوري واستئناف عمل البرلمان المجمد منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي وبحسب وسائل اعلام فقد اغلقت قوات الامن الطرق المؤدية الى محيط البرلمان التونسي بينما رفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بالانقلاب على الدستور مطالبين بعزل السعيد وانهاء ما وصفوه بالحالة الاستثنائية وتجميد عمل البرلمان ويرى مراقبون للشأن التونسي انه برغم التأييد الشعبي لقرارات الرئيس التونسي الا ان خطواته القت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي انهت الحكم الشمولية واطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر